ابقى معي لو سمحت سهيل لننتقل إلى ملفنا الثاني حيث أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى لبنان غدا الأحد على رأس وفد من الحركة بهدف بحث مستجدات القضية الفلسطينية ونتائج المعركة الأخيرة مع إسرائيل كما وستتناول زيارة قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جاء هذا في بيان لا حيث وفد بلقائه رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام ضمن جولة خارجية شملت عدد من الدول العربية إذن عودة إليك سهيل يعني الجولة شملت حتى الآن المغرب وموريتانيا أي دعم يمكن للمغرب أن تقدمه لحماس بعدما صادقت على اتفاقية سلام مع إسرائيل مؤخرا نعم يواضح أن هناك أيضا سلسلة واستكمال لهذه الزيارات بعد لبنان سيكون أيضا هناك زيارات لدول أيضا عربية أخرى مؤيدة للمقاومة الفلسطينية وتدعم أيضا الموقف الفلسطيني بشكل واضح وخاصة الحركات الإسلامية وخاصة في البلدان التي لديها جذور كما كانت الزيارات ما بين المغرب وموريتانيا وقبلها أيضا قطر وبثم سيتبحها الآن أيضا لبنان وأيضا سيكون هناك زيارات أيضا لبعض الدول لم يتم الإعلان عنها بعد وبالتالي هذا جاء للتأكيد على موقف حركة حماس ودعم مواقفها وتجيش المواقف بشكل وبآخر وبالتالي هذا يصبح في مصلحتها في إطار توسيع حملة من العلاقات العام أيضا لتأكيد ربما الحق الفلسطيني وأيضا لموقف حركة الإسلامية بما يخص ما تقوم به تجاه الاحتلال الإسرائيلي بشكل وبآخر وأيضا للتأكيد والترسيخ على أن يجب أن يكون هناك دورا ربما عربيا أو على جبهة الممانعة إذن هذه الزيارات سهيل تشمل دول ذات علاقات جيدة مع إسرائيل وأيضا دول التي تتخذ الموقف الفلسطيني هل تأتي بهدف الضغط على إسرائيل بما يخص إعادة الإعمار والمفاوضات أم هو توحيد الدول العربية؟ نعم يعني سليل الحقيقي القيادة في حركة حماس تحدث بشكل واضح أثناء زيارته إلى المغرب وقال بغض النظر عن السياسة التي تتبعها المملكة المغربية ولكن هناك موقفا شعبيا واضحا وأن هناك حكومة ذات طابع إسلامي أيضا تؤيد ذلك حتى وإن كانت قد أبرمت انتفاقات مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي ما تبحث عنه حركة حماس أيضا القواعد الشعبية وأيضا بغض النظر عن السياسات التي تتبعها الدول وهذا يعطيها ربما زخما بشكل أو بآخر من أجل أن يكون لهذه الدول أيضا دور في الضغط بشكل أو بآخر سواء كان شعبيا للضغط على سياسات بلدانها أو أيضا أن يكون هناك خط جديد لهذه الحكومات التي أبرمت انتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي إذن باعتقادك هل هناك أبعاد لتحرك حماس سياسيا داخل هذه الدول ذات العلاقات الجيدة؟ واضح أن هناك قراءة جديدة للواقع العربي واضح أن هناك حالة من الانفتاح أيضا على الدول حتى وإن كانت هذه الدول قد نسقت أو طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي حماس أرادت أن تنفتح لا أن تنطوي مع هذه الدول على عكس تماما ربما من موقف السلطة الفلسطينية التي أخذت مواقفا بشكل أو بآخر معلنة وإن كانت في باطنها يعني هناك علاقة واضحة مع التنصيق الأمني وغيرها من الدول العربية التي لم تتخذ موقف واضحا وحازما وإن كان الموقف الوحيد الذي تم اتخاذه من الإمارات ومن ثم تم يعادة العلاقات على طبيعة ولكن حماس ربما تقرأ الواقع بشكل جيد في هذا الإطار أنا أعتقد ذلك والمعطيات تعطي ذلك فإن أغلب الدول ربما تشير أنا أعتقد ربما من الممكن أن تكون الزيارة المقبلة للسودان بشكل أو بآخر لتحسين العلاقات تم الإطاحة بالبشير وأيضا لفتح أفاق جديدة في هذا الإطار ومن أجل أيضا ترسيخ وإعادة مؤسسات المجتمع المدني والحديث أيضا عن البنية الشعبية ربما التي تؤيد الحركات والفصال الفلسطينية في قطاع غزة وفي فلسطين عموية نعم أسوال هل يمكننا أن نعتبر أن الوساطة المصرية لم تجدي أو لربما عالقة ولهذا تتوجه حماس لأطراف أخرى يعني هي لا تتوجه إلى أطراف أخرى الوسيط المصري هو الأساسي وهو الذي يفهم طبيعة العلاقة وطبيعة الحديث وطبيعة التنصيق أيضا ويفهم كيف متى وبدأ ومتى يبدأ أيضا الاتصالات مع كل الأطراف وبالتالي لا يمكن الغنى بشكل أو بآخر والاستغناء أيضا بشكل أو بآخر عن دور المصري لأنه هو الوسيط وأنا خلال الأسبوع المقبل هناك حديث بأن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور أيضا القاهرة من أجل التباح في صفقة إعادة الأسرة وأيضا ومن ثم الحديث أيضا عن إعادة الإعمار وغيرها من الملفات العالغة كما تحدث في مداخلات سابقة الأسبوع القادمة ستكون حبلة ربما بالكثير من الملفات التي من شأنها أن تغير مجريات الواقع في قطاع غزة خاصة بعد أن كان هناك مباحثات غير معلنة ما بين الفصائل في غزة والجولسيط المصري والإسرائيلي بأن تثبيت حالة الهدوء وبالتالي ترى الفصائل إذا كانت إسرائيل ستلتزم بكل ما تعحدت به من فتح المعابر وغيرها من الإجراءات الأخرى خاصة أن حتى هذه اللحظة لا فتح للمعابر لا وعود أو لا إجراءات عملية بعادة الإعمار وتحسين الحياة الإنسانية والاقتصادية لقطاع غزة وبالتالي هناك حراك في هذا الملف هناك حديث بعيد عن الإعلام حتى يتم استثمار كل وقت تستثمره مصر في هذا الإطار وقد ينضج في أي لحظة أن يكون هناك ربما إعلانا من قبل حركة حماس بالحديث عن صحة وعن حياة وعن طبيعة الجنود المأسورين لديها وبالتالي يكون هناك تحريكا لهذا الملف وبالتالي تتم الصفقة خلال أشهر ربما القريبة المقبلة نعم الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني سهيل ناصر أشكرك جزيلا